مشاهدين الكرام في مصر وفي كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد بصحبتكم في تغطية إخبارية جديدة من مباشر 24 أقدمها لحضراتكم أنا رائد حاكم فأهلا بكم يبدو أن قاع المتوسط ومناطق شرق المتوسط تعيش أجواء متوترة إذ توصلت الهزات الأرضية التي لا تتوقف منذ الزلزال التركي في السادس من فبراير الماضي حيث درب زلزال ضخم سواحل قبرص ووصل تأثيره إلى مصر وبالتزام مع زلزال قبرص اهتزت الأرض في تركيا بشكل عد ذكريات وكوابيس الماضي فما هي التفاصيل؟ أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أنه تم تسجيل هزة أرضية ضخمة على بعد 480 كم شمال مدينة دمياط ولفت المعهد إلى أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة في الساعة الرابعة و16 دقيقة بقوة 4.7 درجات على مقياس رختر وعلى عمق 22 كم وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه لم يتم رصد ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات وعلى الرغم من عدم الشعور بالزلزال إلا أنه يعد الثاني الذي تسجله المراصد المصرية بعد الزلزال الذي ضرب شمال رفح المصرية منذ أيام قليلة ليسود التوتر في منطقة المتوسط ولا تعد مصر من الدول المعرضة للزلازل باستمرار على الرغم من أنه توجد بها بعض النقاط الزلزالية التي تعد الأكثر نشاطا بحسب تصريحات سابقة للدكتور جاد القادي عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية لفت القادي إلى أن مصر توجد بها بعض النقاط الأكثر نشاطا زلزاليا ومن بين هذه النقاط منطقة خليج السويس وكذلك منطقة جنوب غرب القاهرة بالإضافة إلى منطقة خليج العقبة وجزيرة شدوان والمنطقة الشمالية والمجاورة لجزيرة كريت كما أنه تم استحداث مناطق زلزالية جديدة مع قيم مصر بإنشاء السدود والخزانات المائية لسيما في محيط خزان أسوان والسد العالي نتيجة لضغط المياه المخزنة وأكد الدكتور جاد القادي في تصريحات سابقة له أن مصر دولة ليست ضمن حزام الزلازل لافتا إلى أنه أكثر من ثمانين في المائة من النشاط الزلزالي في مصر لا يشعر به المواطنون ولا توجد بها أي خطورة مثل زلزال عام 1992 وتعد مناطق الحزام الناري هي الأكثر عرضة للزلازل من غيرها حول العالم حيث يحدث بالحزام الناري نحو ثمانين في المائة من الزلازل والبراكين في العالم ويأتي بعده في الخطورة الحزام الألبي الذي يحدث به نحو ثبعة عشر في المائة من الزلازل الذي تقع به دولة تركيا كما توجد أيضا منطقة حزام منتصف الأطلسي هذا وبالإضافة إلى الزلزال في مصر فقد ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس رختر وعلى عمق 19 كم مقاطعة بمدينة ديار بكر شرقي تركيا وبعد ساعات قليلة من الزلزال الأول ضرب زلزال أكثر قوة مناطق شرق تركيا حيث وصلت قوته لخمس درجات فاصل خمسة على مقياس رختر فيما لم ترد قرير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية لتكون هذه الزلازل المتتالية جزءا من سلسلة طويلة من الهزات الأرضية التي تواصل ضرب الأراضي التركية حيث أعلنت إدارة الطوارئ التركية أنه تم رصد نحو 33 ألف هزة أرضية منذ الزلزال التركي المدمر في السادس من فبراير الماضي فهل تتوقف الهزات الأرضية؟ مشاهدين الكرام بهذا التساؤل نصل إلى نهاية هذه التغطية الإخبارية من قناتكم مباشر 24 نشكر لحضراتكم طيب المتابعة على أمل اللقاء بكم في خدمات إخبارية لاحقة سعدت وشرفت بالتواجد معكم أنا رائد حاك دمتم في حفظ الله وأمنه وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر